بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الحياة فقه في هذه الحلقة حديثنا سيتعرض على أو عن أسئلة في الميراث تريدنا العديد من الأسئلة حول التركات والميراث والتساؤلات العديدة حول عدد كبير من هذه القضايا المتعلقة بالميراث كيف نتعامل مع الميراث متى نبدأ هناك أسئلة عديدة واقعية وعملية نريد أن نطرح في هذه الحلقة بعضا من هذه الجوانب الشرعية والقانونية والإجرائية طبعا بعيدا عن القضايا العلمية والخلافات الجدلية التي فيها يعني ليس موضوعنا إن شاء الله في هذا اليوم نجيب عن بعض الأسئلة التي قد تفيد كل من يشاهدنا أو يستمع إلينا بس تصير الوفاء عند الإنسان إن شاء الله تكون دائما أيامنا أفراح إذا حصلت الوفاء في عائلة من العوائل والأسر أو السؤال يبدأ يطرح متى أبدأ أنا أتحدث عن الميراث البعض يتحرج من هذا السؤال بقول لك الآن هل الوقت هذا مناسب أو ليس وقتا مناسبا كم سيمضي من الوقت حتى نبدأ نتحدث عن الميراث طبعا نحن نحكي في الأيام الأولى للوفاء سيكون هناك العزاء والأمور المترتبة بالحزن والواقع الاجتماعي المعروف هذا يعني بعيد عن حديثنا لكن متى أبدأ أتحدث حقيقة عن المسائل الإرثية المقصودة التقسيم ما هو حقي؟ ماذا أفعل؟ من أراجع؟ كيف أحصل على هذا الحق؟ كيف نتقاسم الأموال سواء كانت عقارات أو أموال في البنوك أو حتى تجارات أو غيرها؟ هذا السؤال متى أبدأ؟ لا يوجد جواب واضح يعني من استطيع أن نقول في الأسبوع الثالث الرابع في الشهر الأول الثاني ليست القضية كذلك ولكن الإطار الفقهي والشرعي للموضوع إن هذا هو الحق الأصل أنه حق شرعي وهذا الحق الشرعي يجب أن الإنسان أن يمكن منه لأن هذا الحق الأصل فيه ماذا؟ إنه لا قيمة للحقوق إذا لم يمكن أصحابها منها طيب كيف يمكن أصحاب الحقوق منها إذا بدأوا فعلا بالإجراءات العملية لاقتضاء هذه الحقوق لكن إذا بدنا نجاوب بشكل مباشر متى الوقت المناسب للبدء في إجراءات التعامل مع التركة نقول الوقت هو أنه عدم التأخر عدم التأخر قدر الإمكان وإحنا إذا منلاحظ في المحاكم أعطوا فترة ثلاثة إلى أربع شهور تقريبا حتى الإنسان يكون أيضا هناك فيه رشد في القرار عدم وجود عاطفة تغلب على اتخاذ القرار ما يكون الحزن هو مصدر اتخاذ القرارات وبالتالي تكون قرارات انفعالية وقرارات عاطفية يعني ممكن ثلاث إلى أربع شهور وقت مناسب طبعا هناك في إجراءات قد تتخذ قبل ذلك إذا كانت في الناس لهم مجموعة من الرواتب والمصالح يحتاجون إلى بعض الإجراءات مباشرة في الأيام الأولى لما بعد الوفاء إذن نحن بحاجة إلى أن نقول لا نريد أن نؤخر تقسيم التركة إلى شهور طويلة وسنوات هذا التأخير سيعمق الخلافات ما بين الناس الأحياء والحاضرين وأيضا ربما إذا أخرنا سنوات وسنوات هذا سيترك تركة ثقيلة للأولاد والأحفاد هذا سيولد صعوبات في قسمة التركات لأن كل ما كثر الورثة ونزل التقسيم الإرثي أكثر وأكثر إلى الأحفاد سيكون هناك تفتيت للتركة هذا التفتيت سيؤدي إلى صعوبات في تقسيمها أيضا سيؤدي إلى ممكن يكون هناك في نوع من العداوات البسيطة في البداية لكن مع الزمن سيتوارث الأجيال هذه العداوات إذن النصيب الإرثي هو حق للوارث وعدم القسمة فيه إضرار عدم تنكين صاحب الحق من حقه أيضا فيه إضرار به لأنه لن تكون هناك أي فائدة عملية من هذا الحق الذي ربنا عز وجل قرر في كتابه العزيز إذا لم أضع يدي عليه سيبقى نظرية على الورق لن أستطيع أن أحصل على هذا المال اللي هو مال التركة حتى أصل إلى حاجاتي حاجاتي الضرورية اللي هي كما قلنا في كثير من الحلقات إنه المال هو ضرورة في هذه الحياة للحصول على كثير من الاحتياجات إذن إذا اتخذت أنا قرار وقلت خلص الآن لابد أن أبدأ طب ماذا أفعل أين أبدأ كثير من الناس يجهلون الإجراءات المتعلقة بالتركة الجهل فيها يؤدي إلى تأخير الحقوق ويظن أن القضايا معقدة وتحتاج إلى كلف عالي ومصاريف وبالتالي هم يتأخرون وخاصة إذا كانوا من الإناث إذا كانوا غير ممكنين اقتصاديا وما في توعي في هذه المسائل فتضيع الحقوق نتيجة ذلك نحن من نقول الأمور نبسطها شوي ونضعها أمام المستمعين والمشاهدين نبسط الأمور إذا أنا أخذت قرار إني خلاص بدي أبدأ بالتعامل مع التركة أين أبدأ البداية تكون في مراجعة المحاكم للحصول على حجة حصر الإرث هذه حجة حصر الإرث هي عبارة عن الوثيقة الأهم الوثيقة الأولى في التعامل مع التركة هذه الوثيقة عبارة عن شهادة شهادة اسمها حجة حصر إرث تبين أسماء الورثة وتبين علاقتهم بالمورث إنه هذا ابن ولا هي أم ولا هي زوجة ولا هي بنت العلاقة مع المورث وتبين أيضا النصيب العام كنسبة مئوية يعني إلك حصة من حصتين إلك حصة من عشر حصص وهكذا في تركة مورثك سواء كان المورث أب أو أم أو أخ أي أن كان هذا المورث الذي توفاه الله عز وجل وهذه الوثيقة الحصول عليها سهل جدا لا يتطلب اجتماع كل الورثة والذهاب إلى المحاكم حتى نحصل عليها يكفي وريث واحد فقط أن يلجأ إلى المحكمة مع شهود اثنين ممن يعرفون الورثة وبالتالي حتى رسومها بسيطة بيحصل على هذه الوثيقة إذا حصل على هذه الوثيقة الآن بصير عنده شيء كاشف هو بيعرف على ما على أي شيء سيقدم في التعامل مع التركة ولا داعي إذن للتحرج من مثل هذه المسائل بقول لك والله صالوا المرحوم شهر متوفي بدروع المحكمة هذه القضايا الشرعية قضايا إلها علاقة بالحقوق وبالتالي لا يوجد أي أثر الأصل يكون سلبي اجتماعيا ولا شرعيا ولا قانونيا من قيامنا بهذه المسائل لأنها من المسائل الضرورية طيب واحد بقول لك أنا ذهب أحد الورثة واستصدر هذه الوثيقة لما إحنا الورثة شفنا هذه الوثيقة وإذا بها ماذا فيها شوية مثلا أخطاء والله في وريث مش مذكور أو أحد الورثة المذكورين لا حصته مش مزبوطة أو علاقته مع المورث غير صحيحة كاتبين مثلا أنه هو أخ شقيق طلع أخ مش شقيق وهكذا من الأشياء لأن المحاكم تعتمد إما على قوائم الأحوال المدنية أو على إقرار الورثة أنفسهم خاصة لما يكون الورثة فيه بعد يعني هناك من الحواشي ليس فقط الأسرة النووية الصغيرة الوثيقة إذا صدرت فيها مثل هذه الأخطاء ليست نهاية المطاف أي شخص له الحق يستطيع أن يطلب تعديل هذه الوثيقة إما بيرفع دعوة وبالتالي بيدخل نفسه هو جزء من الورثة أو ممكن يعدل التقسيم الإرثي إذا كان فيه خطأ إذن كل الأشياء اللي نحن قد نتصورها أو نفترضها هي موجودة ولها حلول وهذه الحلول ليست بتلك الصعوبات البعض بيقول أنا إذا كنت مثلا أقيم خارج الأردن أو هناك لأقارب خارج الأردن صار عندهم وفيات واستصدرنا حصر إرث من خارج الأردن طب شو بيفرق نحن نحكي عن مسائل إرث شرعية إذا كنت أنا ضمن الدول العربية والإسلامية الأصل كلها تستند في التقسيم الشرعي إلى الشريعة الإسلامية فهل هذه التقسيمات اللي بتصير مثلا في دول أخرى كالعراق أو السعودية أو أي دول من هذه الدول العربية والإسلامية هل هي نفس التقسيم الشرعي الموجود لدينا في الأردن ممكن أعتمد نفسه وأستند إليه في الوصول إلى حقي هنا نقول العبارة التالية هذه المسائل الإرثية الشرعية فيها أشياء من الثوابت يعني وين ما روحت تجد نفس التقسيم لكن هناك في بعض المسائل الاجتهادية كل دولة من هذه الدول تحاول أن تختار من أقوال الفقهاء في بعض المسائل قد يكون هناك اختلاف فبالتالي إحنا قد نورث هنا بعض الأشخاص وفي دولة أخرى يكون التوريث مختلف بناء على اجتهاد فقهي لأن هذه لا تكون من المسائل القطعية ولذلك إحنا لما نتعامل مع الحق الإرث الشرعي الموجود داخل المملكة في حدود الأردن أنا إذن يجب أن أطبق القانون الأردني ولا ألتفت إلى أي تقسيمات أخرى لأن هذا يعتبر في الأردن من النظام العام النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو لا يجوز الاتفاق عليه إذن هذه الأمور أيضاً بها تكون واضحة لأنه البعض لما يشوف حصر إرث عامله في دولة أخرى بقول لك ولا أنا نصيبي كان كذا صار كذا أو الله هذا كان وارث صار غير وارث لا بنا نكون عارفين أن هناك في بعض المسائل الاجتهادية هي مختلف فيها وقد تؤثر على بعض أحكام تقسيم أتلك ما بين دولة وأخرى وإن كان كما قلنا الأساس أن الشرع هي مصدر ذلك لكن في هناك تفاوت في بعض المسائل طب البعض بيسأل أيضاً أنه طب إحنا الآن الدول فيها تقسيمات وفي ناس يعتبرون أجانب وفي ناس يعتبروا يحملون الجنسية الوطنية هناك أردنيين وهناك غير أردنيين وهذه الأملاك يمتلكها أجانب طيب هل هذه الملكيات اللي يمتلكها أجانب أو أردنيين إذا كان لهم أولاد لهم جنسيات مختلفة هل هؤلاء يمكن أن يدخلوا في الميراث في علاقة ما بين الجنسية والميراث وهل هذا بيأثر على حقوق الورثة ممكن نخرج وارث لأنه جنسيته غير أردني أو ندخل وارث لأنه جنسيته أخرى نقول الميراث بشكل عام لا علاقة للجنسية في الاستحقاق الإرثي بالتالي الجنسية تعتمد على موضوع القرابة القرابة سواء كان درجة القرابة أو قوة القرابة أو جهة القرابة هذا اللي بيحدد التقسيم الميراث ونصيب كل واحد منه الورثة لكن اختلاف الجنسية هذا ليس له علاقة بحق الإنسان في تملك المال الموروث من مورثه أيضا يأتينا بعض الأسئلة المتعلقة بالأحفاد وهذا السؤال يكتر سؤال الناس عنه تداوله بقول لك أنا يعني إنسان عايش اللي هو الجد له مجموعة من الأولاد هؤلاء الأولاد المجموعين واحد منهم مات في حياة الجد وله أولاد هذول الأولاد بالنسبة للمورث هم ماذا؟ هم أحفاد طيب هذول الأحفاد هل بيأخذوا تلك كما يأخذ أعمامهم؟ هذه قضية يسأل عنها كثيرا لأنه بيشوفوا هذول الصغار أبوهم مات وبالتالي إذا مات الجد ويمتتروح هذه الأموال هل هم سيضيعوا؟ هذه المسألة تسمى لهما مسألة الوصية الواجبة الوصية الواجبة هذا القانون جاء أخذ بنوع من الاجتهادات الفقهية ووضع حلا لهذا الإشكال تطبيقي هو لأن الأصل أنه الجد لما يكون عنده أحفاد أبوهم مات الأصل الجد أن يعطيهم من ماله أثناء الحياة حتى يؤمن لهم حياتهم لكن ماذا؟ إذا لم يفعل ذلك الأصل أن يوصي لهم فإذا لم يوصي لهم ولم يعطي لهم يعطون وصية واجبة إن شاء الله بعد الفاصل سنكمل في مفهوم الوصية الواجبة وكيف تحمي حقوق هؤلاء وكيف تقسم عليهم فتفضلوا بالبقاء معا أهلا بكم من جديد نعم نتحدث في بعض مسائل الميراث القضايا اللي بيسأل عنها كثير من الناس وذكرنا مثال ورثة أو توريث الأحفاد من جدهم الأحفاد أمهم لما يموت الأب يكونوا عايشين في نوع من القلق والسؤال والاضطراب طب إحنا بعد فترة هذا الأب كان منفق علينا وهو الذي يعيلنا الآن توفي الأب الجد يقوم مقامه طب إذا الجد توفاه الله عز وجل هؤلاء الأولاد والأيتام من سينفق عليهم من سيعيلهم سيتركون للأعمام هل سيقومون بهذا الواجب أو لا قلنا الأصل في الفلسفة الشرعية أن يكون الجد هو الذي يتولى عملية إعطاؤهم جزء من هذا الحق وأثناء الحياة وإذا لم يفعل ذلك على الأقل أن يوصي لهم أنه يكون جزء من الترك لهم فلما تخلى الناس عن ذلك وقصروا وضاع كثير من هؤلاء الأيتام والأحفاد جاء القانون وأخذ باجتهاد فقهي معتبر أن هؤلاء يعطون وصية واجبة اسمها إذن لهم هم منصيب من التركة لا يعتبر ميراثا له أحكام الميراث بشكل كامل ولكن أعطي مصطلح الوصية الواجبة أي أوجب القانون إعطاؤهم هذا النصيب حتى لا يضيعوا وبالتالي هم بيأخذوا زي تقريبا نصيب أعمامهم يعني نفترض أبوهم على قيد الحياة موجود كم سيأخذ هذا الأب من الجد لما يتوفى وبالتالي يعطون هذا النصيب من نصيب والدهم على فرض حياته ووفاته بعد جدهم طبعا فيها آلية معينة في القانون للتقسيم واضحة في المحاكم والوثائق التي تصدر يعني تكون بذلك هلا بعض الدول لا تورثهم ولا تعطي هذا الحق لكن نحن في الأردن نعطي هذا الحق لهؤلاء الأحفاد إذن هذه القضية واضحة لأنه كثير من الناس بيسألوا عنها ويخشون على هؤلاء الأيتام أو على أمهم أنه ممكن هؤلاء أن يضيعوا أيضا طيب هناك بيأتي السؤال أنه هل يجوز لي أن أطالب أنا بحق الإرثي إذا ترتب على هذه المطالبة مشاكل اجتماعية مشاكل أسرية ترتب عليها قطيعة رحم الواحد يصير هناك في عنده نوع من التدافع الداخلي وخاصة الإناث النساء تقول لك أنا لا بدأ أروح أطالب بحقي طب إذا طالبت بحقي سيكون هناك خصومات داخل العائلة وخصومات داخل الأسرة وممكن تؤدي هذه الخصومات إلى عداوات طب إيش الأولى؟ أني أحافظ على هذا النسيج الاجتماعي وإلا لا أروح أطالب بحقي من الترك الذي فرضه الله عز وجل لي هنا من أن نقول الحقيقة الميراث هو حق الميراث هو واجب أو جبه الشرع وهذا الميراث هو المطالب به ليس جريمة وليس حراما بالعكس أنت تطالب بحقك الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه العزيز قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إذن هذا الحق للإنسان أن يطالب به طيب هذا ليس تفضلا من أحد يعني ليس تفضلا من الذكور في العائلة وليس تفضلا من الأقوياء في العالي أي أن كانوا ذكورا أو إناثا لا الصغير والكبير الضعيف والقوي كل واحد حصة واضحة وحصة معروفة ربنا عز وجل من السماء قدرها ولم يترك تقديرها لأحد من البشر حتى للرسل صلى الله عليه وسلم طيب الغريب في الموضوع أنه إحنا نيجي لما هذا الضعيف أو هذه المرأة تطالب بحقها نعيب عليها ذلك اجتماعيا ويقول لك هذا يطريد أن تفسخ العائلة لماذا نلوم دائما الضعيف لماذا نلوم دائما المظلوم الأصل أن نروح نلوم الظالم الأصل أن نروح نلوم هذا القوي الذي أكل حق الضعيف أو الذي منعه من حقه هذا الأصل الذي ننكر عليه الأصل أن نلومه والأصل أنه نضع على يديه نمنعه من ذلك سواء من الناحية الاجتماعي هيا في القوانين المسألة محسومة واضحة أي واحد براجع المحاكم بيأخذ حقه لكن نحن نحكي عن المسألة والبعد الاجتماعي والبعد الأخلاقي وبعد الرحم هذا الذي يخشى منه عند دخول المال أنه تتفسخ هذه الأسر وتتشكل العدوات نتيجة المال ونحن نعرف في الواقع كم من الأسر تفتتت والمشاكل حصلت ما بين الإخوة والأشقاء والأخوات نتيجة مسائل الميراث والنزاع على أموال التركة سواء كانت أموال نقدية أو أموال عقارات إذن يجب أن ننبه إلى أن هذه بعض السلوكيات والتصرفات التي يقوم فيها بعض الورثة حتى يضغطوا على الورثة الآخرين بدافع اجتماعي هذا السلوك غير مقبول وسلوك صاحبه يكون فيه آثما لأنه إذا منعت الآخر من حقه تكون آثما يجب عليك التوبة يجب عليك الاستغفار وهذه المسائل لا يكفي فيها التوبة فقط الاستغفار هذا الجانب الأخلاقي بينكم يا رب العالمين لكن هذه حقوق يجب أن تؤدى وإذا كان هناك في مظالم موجود للناس التوبة القلبية وحدها لا تكفي ويجب أن نرد المظالم لأهلها حتى نأمل أن الله عز وجل يغفر لنا هذه الذنوب إذن الإنسان لا يستسلم لمثل هذه الدوافع الاجتماعية لكن مع كل ذلك نحن لا نقول أن الإنسان يتخلى عن هذا الجانب الاجتماعي لا يريد أن ينتقي التوقيت المناسب ينتقي الوقت الأنسب أيضا يحاول أنه لا يلجأ إلى القضاء بشكل مباشر ما استطاع إلى ذلك سبيلا يحاول يحل القضية ما بين في إطار العائلة لأنه نحن نعرف أنه دائما فصل القضاء يورث بين الناس الضغائن وهذا الذي يشتكي يقول لك ذهبوا بي إلى القضاء ذهبوا بي إلى المحاكم طيب أنت الذي ألجأتهم ليفعلوا ذلك لو أنت أديت الحق ومكنتهم من هذا الحق لما لجأوا إلى التقاضي معك ولما لجأوا إلى المحاكم وحتى ما دخلوا الوسطاء داخل هذه الأسرة حتى يصلوا لحقوقهم فمن نقول لهذا الظالم أنت الملام فلا تلم غيرك على ما قدمت يدك إذن هذا قصة واضحة ومهمة والغريب يا إخوة أيضا ويا أخوات في الموضوع أن بعض الناس كأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يعني بتلاقي إنسان محترم مكويس ملتزم بصلي وبصوم وبزكي أمور تمام لما نأتي إلى التركة تدخل هذه المسائل النفسية وتدخل هذه النزاعات ويضع يده على التركة طيب ما هو الذي فرض عليك الزكاة وفرض عليك الصلاة وفرض عليك الحج هو الذي فرض عليك الميراث وقسمة الميراث وهذه الحقوق بهذا التقسيم العادل الرباني لماذا قبلت هذا ورفضت ذاك فما بالك إذن اللي ما بينطلق للمسألة من منطلق ديني ويأكل الحقوق كيفما اتفق إذن هذه قضية يجب أن نكون منتبهين لها ويأتينا أيضا بعض الملاحظات الملاحظات على حق المرأة في الميراث صراحة يعني إحنا كيف ننظر إلى تسامح المرأة في الميراث دائما في عنا انطباع وهذا انطباع غير صحيح انطباع أنه والله المرأة لا تريد الميراث المرأة دائما تتنازل عن الميراث هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام مغلوب كلام خاطئ إحنا منحاول نقنع أنفسنا فيه المرأة هي كالرجل لها ذمة مالية مستقلة هذا أولا ثانيا ينطبق عليها على المرأة ما ينطبق على الرجال من حيث الفطرة أنه في عنا الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى في فطرته يحب التملك يحب المال هذا المال يقضي به حوائجه سواء كانت ضروريات حاجيات تحسينات أي كان مستواها في هذه الحياة طب هذه المرأة يعني تفتقر معقول هي تحب أن تفتقر وترى أخوها غني تحب أن ترى أبناءها فقراء تكففون الناس وترى أبناء أخيها أيضا من الأغنياء وأمورهم مرتاحة ماليا من يقول أن المرأة تريد ذلك ومن يقول أن المرأة هي تقبل ذلك هذا شيء غير مقبول نحن نحاول اجتماعيا أن نفرضه على النساء لكن هذا والله إذا دققنا في المواضيع لن يكون والرسول صلى الله عليه وسلم في كلام واضح والله حذر الرسول عليه الصلاة والسلام دائما من التعامل مع الضعفاء هذول اللي نستضعفهم في المجتمعات الرسول جاب لهم حديث خاص فيهم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم دعا إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة وشو هذا الحديث حديث عظيم لما الفقهاء درسوه شراح الحديث في معنى قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في الدعاء على أنه نبتعد عن حق الضعيفين اليتيم والمرأة لأنه الإنسان قد يتساهل أنت لما تشوف إنسان قوي تهاب أن تقترب من حقه لكن إذا تشوف إنسان ضعيف لا تهاب أن تقترب من حقه وبالتالي الشيطان يحدثك ونفسك تحدثك أنه لا خليها من خليها تستحي من خليها توقع من خليها تروح معنا تتنازل عن هذا الحق حياءً وخشيةً من العائلة وخشيةً من قطيعة الرحم وكل هذه الظروف وبعض الناس بلجأوا لوسائل لسه أشدوا ظلماً بحاولوا يستعملوا نوع من العنف والتهديد والتخويف المادي أنه والله قد تصل إلى قضية القتل لا سمح الله إذا هي لم تتنازل إن هذه المسائل ما بدنا تكون قناعات موجودة لدينا لا المرأة كالرجل تحب المال وتحب التملك وبالتالي مش من طبيعتها التنازل بشكل عام هلأ إذا في قضايا خاصة شخصية بحب وكرامة ذكرنا أو أنثى يريد أن يتنازل عن شيء بسيط من التركة بكل رضا واختيار بكون وضعه المالي ممتاز هاي مسائل إحنا خارج موضوع النزاع لكن نتحدث عن القضايا اللي بنسميها الغصب الغصب بالحيلة والغصب بالحياة هذه يجب أن نبتعد منها في بعض الأسئلة أيضاً وخاصة فيما يتعلق بالنساء بتقول مات زوجي ولي مهر وهذا مهر مسجل لي في عقد الزواج مهر معجل ومهر مؤجل هذا المهر شو مصيره؟ نقول هذا المهر هو دين دين على الزوج وبالتالي إذا مات الزوج ولم يسدد هذا الدين للمرأة سواء كان معجلاً أو مؤجلاً فهذا الحق ينتقل إلى التركة وينتقل إلى الميراث وبالتالي يجب أن نأتي إلى التركة ونأخذ حق الزوجة من الميراث من رأس التركة قبل التقسيم هذا غير نصيبها اللي هو في الميراث غير الثمن الخاص فيها لأم نعطيها مهر كاملاً ثم بعد ذلك نعطيها نصيبها ونختم يا إخوة فيما يتعلق بالتخارج هذا مصطلح التخارج مصطلح مهم خلينا ننتبه إله لا نقدم على التخارج إلا إذا عرفنا معناه هل المعنى العام عند الناس بالتخارج أنه هو تنازل وهذا غير صحيح التخارج هو صلح على التركة في أغلب حالاته بكون لقسمة التركة وبالتالي إذا اتفق الورثة على القسمة بروحوا بيعملوا معاملات التخارج وهذا التخارج عام أو خاص لذلك أي واحد يبدو يقدم على معاملة التخارج يجب أن يعرف معنى التخارج شو أثر هذا التخارج على التركة إذا تخارجت تخارج عام ستخرج من كل التركة إذا تخارجت من تخارج خاص ستخرج فقط من هذا المال المتخرج عليه من حقك إذن أن تحصل على كشف بأملاك التركة أن تحصل على تقييم بأموال التركة قبل أن توقع أي معاملة بالتخارج نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء الحقوق كما هي وكما أمرنا الله عز وجل بها وأن نبتعد عن تضييع حقوق الناس بقي لنا أن نودعكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى اللقاء آخر إن شاء الله